بس فين نقطة فين نقطة السلشريف مهمة جداً إنه أستاذ جمال ليشاركني فيها في قبل ما إننا فتحنا موضوع الإسماعيلي وكأس مصر إنه النهاردة قرية التصريحات لكابتن عامل حسين بيقول إنه القرع دي بتبقى موجهة جماعة في أي بطولة في العالم وبيستشب بدولة أبطال أوروبا وخلافها بس ما فيش كاس في أي دولة في العالم بتبقى القرع فيه موجهة عشان الهدف كاس في الدولة نفسه الهدف منه إنه كل الفرق تنافس بنفس تكافؤ الفرص تحديداً الكاس فالكلام ده ما بيحصلش مرضو في أي حد ممكن ممكن بس أنا بتكلم يعني أنا تركيزي على جزئية إيه إنه أنت النهاردة بتعمل القرع وقبل إجراء القرع بتشرح هتعمل القرع إزاي اللي عايز دي يعترض بيقوم وبتفاهمه لازم ترد عليه ما تقولوش إيه ما تنيموش هبقى أقولك لا يعني بيقوله إيه استنى أنت بس كده هبقى أكلمك في التليفون هقولك بعد خلاص ما كنت عملت يعني إحنا مش الإعتراض يعني أنا بعذر النادي الإسماعيلي في الكلام اللي قاله تخيل أول ما أنا قريت الخبر إن الإسماعيلي معطرد أنا قلت إيه قلت يمكن أنا قريت القرع غلط يمكن الإسماعيلي هيلعب مع الأهلي تخيل والمباراة مش هتبقى مثلا في إسماعيلية يعني مخي راح في حتة تانية لقيت لا ده بيتكلمه على القرع موجهة أو سماها إيه موجهة القرع الموجهة بتتعامل أولا على طول يعني ما هياش جديدة مش أول مرة إحنا بالعكس ده إحنا لغاية قريب كنا بنقول مش عايزين قرع موجهة داع الدوري ليه؟ الأهلي والزمالك يلعبوا في أي وقت أخي الدول أول وأخي الدول يبقى إذا ما هياش جديدة أو ما كانش النظام اللي ماشي قرع حرة وإحنا خلناها موجهة يعني إنت فاهم قصدي؟ فهي القصة كلها فيه برضو طريق التعامل اتحاد الكرة مع إدارته لكل الأمور صح يعني أنت النهاردة المفروض تبقى واضح زي ما قال لست شريف كده إحنا هنعمل لأننا تباعت برضو آراء بعض الأندية مندوبين الأندية في تقارير يعني في التلفزيون ناس كتير موافقة طب وإنت هتاخد رأي ده أو لده؟ هو الوحيد اللي اعترض مندوبين سيراميكا قال له أنا عايز أفهم على أي أساس هنعمل أراء موجهة والتصنيف قال له ليش معنى السنة اللي فاتت قال له لنا ده الدور اللي خلص ده الوحيد اللي اعترض يعني مندوب نادي إسماهيلي حضر الأراء وصحب الأراء وحضرتك لما أنت معترض معلش على إن الأراء موجهة يبقى الأندية مش من حقها تعترض إن فيه كسين أنا يعني أنتم تتكلموا فيها جماعة بس لا بس أنا الحق شكرا جماعة لو تسمح كده كده الأندية اللي هتعترض على وجود كسين ولو فيه اتنين دوري هنلعبهم لا أبتكلم من الموت ولو فيه كس رابطة هنلعبه ولو عمروا بطولة كوان هتلعبها عشان كل دي كل دي كلها فلوس خد بالك عشان لكن عندها ممكن تتكلموا هتقول لك إيه أنا مرهق ومش عايز ألعب البطولة دي بس هم عايزين لعبوها بس الانتحده كرة في بداية ما تولى المسئولية كان مش ناوي يعمل الكاس الأديمة هو كملها برضو ليه بطريقة لأ الأكتر مش عايز يخش في مواجهات معنا دا دا اللي أنا عايز دا الجزء الغير معلن يعني آه الجزء الغير معلن إنه اتحاد الكرة بيبص بيطبطب عالأمور وبيدلع لكن لو هو له رؤية وعايز يمشيها يبقى هو دا كلام وده من الأسف مش موجود شرط الحالة المهمة جدا اللي هي الجزئية اللي بتقول إن الأستاذ عام حسين لما رد قال دوريات أوروبا وقلت إن الكووس في أوروبا بتتعامل عشان هدف نشوف أندية تانية دا درجة تانية كاس الاتحاد اللي خدها لفربول السنة دي دي بيشارك فيها حوالي 740 نادي يعني الأورع بتتعامل بين 740 نادي في إنجلترا بس كل الأندية دي عندها جماهير كل الأندية يعني إنت لو قرية ليها نادي ليه جماهيره وجماهير منافسة ومتحمسة جدا وبالحضور كامل العدد يعني في الموريات دي يعني شفنا والدوري الدرجة الأولى أو التانية بيبقى الحضور الجماهيري طاغي طاغي فهو مش تاني جمهور لأنه عارف إن الجمهور موجود فهدفه اللي بيرتقي بالمستوى الفاني لكن إحنا ما احترامنا يعني لأندية الدوري كلها أنت ستة أندية بس اللي عندها جماهير وما احترامي لأندية اللي بيتمثل المحافظات 60-70% من الجمهور اللي بيحضر بيحضر مجاملة يعني ما بيقتعش تذكرة يعني ما بيقتعش تذكرة بيخش عضو مجلس الدراء بيدي له تذكرة موظف النادي بيدي له تيكت يعني مفيش حد بيدفع يعني قالية أن أنت تحقق عائد مادي من الحضور الجماهيري في المباريات في الأقاليم والإيلا جدا وإحنا كلنا من الأقاليم وعارفين الكلام ده كلها بتتمن بمجاملات يعني حتى لما كان في حضور جماهيري بشكل كبير وبيحضر في المدرجات هتلاقي أن 60% من اللي قاعدين قريب لأنهم عائلات وعارفين بعض فمش هيقط على تذكرة عشان يخش ماتش فكله بيبقى مجاملات وهدايا أو دعوات مجانية فللأسف الشديد أنت لما تيجي تقارن قارن بالوضع اللي عندك مش تقارن ب كاس انجلترا أو حتى كوس مش هتكلم في انجلترا بس في باية الدول الأوروبية في حضور جمهوري حضور جماهيري قوي ومؤثر جدا لذلك دور الأبطال لما بتعمل كل سنة نهائي دور الأبطال أو كاسة عدل أوروبي بتعمل كل سنة في دولة لأنه عارفين إن في حضور جماهيري من الدولة حتى لو ملهاش ممثل والجماهير سهل إنها تروح لكن إنت بتعمله هنا في أفريقيا بنظام مباراة واحدة ومش ضمن حضور جماهيري يعني ما هو يعني لو السنة اللي فاتت مش هقول لروح بعيد الأهلي بلعب قزل شيرس ما فيش 50 واحد في المدرجات تسيبك بقى من كورونا وكاسة دي يعني لا يمكن لا يمكن حد حيتحمل تيكت بحوالي من 10 15 ألف جنيه عشان يروح ساعتين ويرجع صعبة جدا لكن إنت في أوروبا بالمترو بالقطر بتروح تيران سهل تيكت في المتناول موضوع كبير طيب